السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا بكم في قناة عيش الكوكتيل المصري النهاردة بني لكم تقرير السوق اتكلم ان شاء الله عن اسعار التداول واسعار اللم بالنسبة للهواية وبالنسبة للتجار حابب بس افكركم اللي ما اشتركش في القناة واول مرة يزورنا فش اشترك في القناة ويفعل زر الجراج عشان يوصلوا كل اشعار بفيديو جديد احنا بنقدمه باذن الله اول ما القناة يتكمل خمس تلاف مشترك يبقى فيه فايز معانا بفارج فوقتيل قلديمو هيتم اختيار الفايز من التعليقات اول ما القناة يتكمل خمس تلاف مشترك من غير من ضايع وقت كتير يلا بينا نسمع التقرير وارجعنا لكم من جديد لتقرير السوق النهاردة ان شاء الله هنقول الحاجات اللي كانت بتلمن من التجار والنتكلم كمان على حركة التداول بين الهواة النهاردة الحمد الله نقدر.. نقول حركة تداول كان كويسة جدا بين الهواة النهاردة فعلا اي حد كان معه طير وريشو مظبوط وخالي من اي عيوب هناك حركة تداول بين الهواة 우ة كزا حد باع واشتراق قليل expectation يعني النهاردة نقدرنقول ان الجمعة دي جمعة تداول بين الهواة لاننا طبعا عارفين ان المسلم خلاص بدأ واي حد عنده نقص في نوع معين او فطير معين بينزل يكمله من السوق هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن الحاجات اللي كان بيتلم من التجار الكوكتيل اللاتيني كان بيتلم كبير وشباب والكوكتيل المصبع كان بيتلم والإيزابيل الحبشي الزكور وكان فيه لم كمان للشبابات والمصبع الفرنساوي والإيزابيل الفرنساوي وبالنسبة للباجي الاسترالي كان فيه لم من التجار كانوا مركزين اكتر على الصغير والشكري برصاصي كان بيتلم الفولل كمان كان بيتلم زكوره وإناس واللنصاص والرنبو والتركيبات الرنبو وبالنسبة للأسترالي الوش اصفر كان فيه لم كمان عليها وسعرها زاد عن الاسبوع اللي فات وبالنسبة للروز كان فيه لم كمان النهاردة الحمد لله يا ربنا قدرني عملت فيديو مع البشمهندس احمد الجندي البشمهندس تفضل مشكورا اعمل عرض للقناة اي مشترك هيجي ويطلب منتج تأكيل يدوي النص كيلو هيبقى ليه هدية ده حصري للقناة ان شاء الله الفيديو ينزل بكرة بأمر الله وهينزل على جزئين وعملنا كمان مع استاذ يوسف الهاوي نتكلم ان شاء الله في الفيديو عن اكسسوارات البغبغانات الفيديوهات دي ان شاء الله هتنزل على القناة يوم السبت ويوم الحد بأمر الله علشان ما نطولش عليكم نبدأ نتكلم في اسعار الطيور اللي كانت موجودة النهاردة في السوق الكوكتيل الحبشي النهاردة كان فيه لمع الشبابات كان التاجر بياخد جوز الشبابات بـ 150 جنيه وبياخد الدكر الحبشي على مية وعشرة وبالنسبة للتداول 250 جنيه لـ 275 جنيه ده بالنسبة للجوز الحبشي والفون نتكلم عن ايزابيل كان النهاردة بـ 350 جنيه كبير وكان التاجر بيلم الشبابات الحاجة اللي فوق التلات شهور بتلتمية جنيه بالنسبة للكوكتيل المصبع كان بتلتمية وخمسين جنيه بيبدأ من تلتمية وخمسين جنيه كبير وكان بيلم التاجر الجوز بتلتمية جنيه بالنسبة للشبابات الكوكتيل اللاتيني كان النهاردة بيتلم على تلتمية وستين وتلتمية وتمانين جنيه ده بالنسبة للشبابات الحاجة الفوق التلات شهور الكبير على ربعمائة وتلاتين جنيه والتداول على 500 جنيه سعر الجوز نبدأ نتكلم على الوقت فيه 350 صغير والكبير 450 جنيه والتداول 500 جنيه الإزابيل الفرنساوي 400 جنيه الصغير وال600 جنيه كبير وكان عليه لم بالنسبة لمصبعات 400 جنيه الصغير والكبير من 600 ل800 جنيه كلم نبدأ نتكلم على الألبينو اللي كان فيه لم النهاردة ضعيف جدا كان الجوز بيتلم على 1000 جنيه والكبير يبدأ من 1600 جنيه الشبابات ونبدأ نتكلم على البدجي واللي كان فيه للسطرال النهاردة كان بيتلم ب65 جنيه الصغير والكبير ب75 جنيه النسبة للإينو الألبينو واللاتيني 80 جنيه صغير والكبير من 100 ل110 الفالو يبدأ من 100 جنيه الصغير والكبير 140 جنيه الشكر برصاصي 500 جنيه صغير والكبير 800 جنيه والتاجر كان بياخد العلامات التقيلة لكن الحجاية المستوى أضعف بتتداول حتى ب250 طفرة التكسز 150 جنيه صغير والكبير 200 جنيه بلاك وينج الأخضر الصغير ب1000 جنيه والكبير ب1700 و2000 جنيه حسب المستوى البلاك وينج الأزرق 3000 جنيه الكبير والصغير 1500 و1700 جنيه بالنسبة للتركيبات تركيبات الرينبو 120 جنيه الصغير والكبير 150 جنيه نتكلم عن الرينبو اللي كان النهاردة سعر الجوز فيه الصغير كان بيتلم 400 و600 جنيه اللي قال له مستوى طبعا الأسعار بتختلف حسب المستوى في التداول بتزيد عن كده الشوشة وكورك النهاردة شفت تاجر كان بيلم الشوشة وكورك على 130 جنيه الصغير والكبير 150 و160 جنيه بالنسبة للفولل كان مطلوب النهاردة كبير أكتر ب350 جنيه ذكر مع أنسة والصغير ب250 جنيه الفولل اللاتيني والقلبينو 400 جنيه الصغير والكبير 600 جنيه نبدأ نتكلم على الفولل اللاسوينج الأبيض 400 جنيه الصغير والكبير 600 جنيه نتكلم على الفولل اللاسوينج الأبيض 400 جنيه والصغير 600 جنيه بالنسبة للفولل اللاسوينج الأصفر 700 جنيه الصغير والكبير 1000 جنيه نتكلم على تركيبات الفولل 700 جنيه الصغير والكبير 1000 جنيه الفولل الرينبو 1500 جنيه الصغير والكبير 2000 جنيه نتكلم على الانصاص اللي كان فيها النهاردة لم كان قال له مستوى كان بيتلم الجوز 20 جنيه اللي قال له مستوى والكبير 400 جنيه نتكلم على الانجليزة واللي كانت النهاردة أقل مستوى للانجليزة 1000 جنيه للحتة وفيه أسعار بتختلف عن كده حسب طبعا المستوى حسب الطفرة بتاعت الانجليزة وحسب ألوانها نبدأ نتكلم على الروز النهاردة الأخضر ما كانش مطلوب لكن سعر الجوز الصغير 200 جنيه والكبير 300 جنيه بالنسبة للروز جميع الألوان 200 جنيه صغير والكبير 300 و 320 جنيه بالنسبة للروز اللاتيني 300 جنيه الصغير والكبير 400 جنيه بالنسبة للألبينو روز الجوز الصغير 600 جنيه والكبير 1000 جنيه الأوبلاين أورنج 600 جنيه صغير والكبير 1100 و 1150 نبدأ نتكلم على الفشر الفشر الاخضر 200 جنيه صغير وكبير 300 جنيه اللسبلتات برضو نفس السعر 200 جنيه صغير وكبير 300 جنيه نتكلم ااا على اللاتيني فشر اللاتيني فشر كان النهاردة سعره 400 جنيه الصغير والكبير 600 جنيه بالنسبة للالبينو فشر 300 جنيه الصغير والكبير 550 جنيه نتكلم بقى على عائلة الفينش واللي نبدأ بيها بالزبرة جوز الزبرة العوادة 70 جنيه الصغير والكبير 90 جنيه بالنسبة للزبرة الفراولة 80 جنيه الصغير والكبير 110 المتبوح 180 جنيه للصغير والكبير 230 جنيه نبدأ نتكلم على الجاوة واللي فيها الجاوة الحبشي النهاردة كان سعر الصغير 200 جنيه والكبير 250 جنيه الجاوة الابيض 100 جنيه الصغير والكبير 325 جنيه 350 جنيه الجاوة الفون الصغير فيها 350 جنيه الصغير والكبير 550 جنيه ده بالنسبة للجاوة فون نبدأ نخش على الجاوة سيلفر واللي كان سعر الجوز فيها 250 جنيه الصغير والكبير 370 و 380 جنيه نتكلم على الجولدن فينش واللي كان سعره النهاردة بيبدأ من 1500 جنيه وبيزيد سعره حسب السن نتكلم على الكاناريا واللي كان فيها سعر الجوز 400 جنيه الصغير والكبير 600 جنيه طبعا الكاناريا أسعارها ممكن تختلف وتزيد حسب الضفرة بتاعة العصفور نتكلم على الحسون واللي فيه منه النهاردة صيد كتير الجوز بيبدأ 300 جنيه صغير والكبير 400 جنيه اليمام الماسي 250 جنيه صغير والكبير 350 جنيه طائر الميناء والسعره بيبدأ من 350 و 400 جنيه ده بالنسبة للتفريخ بالنسبة للصيد بيبدأ من 125 و 150 جنيه للجوز سعره نزل قوي اللي قام الأخيرة دي علشان الصيد منه كتير وده تقريبا الموسم بتاعه نبدأ نتكلم على البغبغانات واللي كان فيها الضر الهند النهاردة بـ 2400 و 2500 بالنسبة للصغير والكبير 3500 الدرة الأمريكي يبدأ سعره من 13000 جنيه وبيزيد أو بيقل حسب المستوى السنك نيور 9000 جنيه الكبير والصغير 5000 جنيه الروزيلة 3000 جنيه الصغير والكبير 4500 وفيه مستويات بتزيد وطفرات أعلى في الروزيلة سعرها بيختلف حسب الطفرة نتكلم على زنجباري واللي سعره بيبدأ من 7000 جنيه الزنجبار الصيد التفريخ بيبدأ من 11 و 12 ألف جنيه سعر الحتة أنا بتكلم على سعر الحتة طبعا يفضل جدا أن أنا هجيب التفريخ ونبعد عن الصيد إلا لو كانت صيد قديم وكده يكون تقريرنا خلص النهاردة لو في أي طير أنا نستة أذكره في التعليقات ممكن تكتبلي وإن شاء الله أجيب لكم سعره تابعونا وما تنساش تشترك في القناة واتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل شعار بفيديو احنا بنقدمه في أمان الله اشتركوا في القناة